اشتركوا في القناة ويدينا في كل مكان طابت اوقاتكم جميعا بكل خير واهلا ومرحبا بكم وبداية جديدة للموسم الثالث لدأة زار في الموسم السابق والاسبق تحدثنا معكم عن امور عديدة تخص هذا العالم هذا العالم الخفي هذا العالم الذي مصار جدل وايضا مصار لاهتمام الكثيرين والكثير مننا شغوف بالغوص في هذا العالم حيث ان هذا العالم مليء بالاسرار مليء بالالغاز مليء ايضا بالاثارة وطبيعة البشر يحبون الاثارة دعوني في هذه الحلقة ورحب بضيفي وضيفكم الدائم في داءة زار وهو فضيلة الشيخ ابراهيم شهاب المعالج بالقرآن ودعي الإسلامي ورحب به مجددا فضيلة الشيخ اهلا بحضرتك موسم جديد بيبدأ معنا النهار ان شاء الله على خير ان شاء الله ان شاء الله انا عايز اقول احبك ان احنا من فترة كده مشغالين برومو في القناة عن السحر تمام وهل السحر يمكن ان يعطل انجابا يعطل زواجا يفرق بين ازواجا متحبين يفرق بين اخوين يفرق بين صديقين بالتأكيد ان الاية التي ذكرت هي اية لها دلالة خاصة في موضوع السحر في وجوده وهي دلالة قاطعة الاستطيع احد ان يتحدث فيها ولكن هو ليه البعض بيرمي على السحر كل مقادير حياته لو حد تأخر جوازه شوية ده معموله عمل احنا لازم نروح للشيخ علشان يفكرنا العمل لو حد تأخر شوية في باب رزقه او في شغله ده معموله عمل لو حد نزل من على السلم وعلش كده واتكعبل في السلم ده معموله عمل السحر موجود بدلالة الاية ولكن الارتكان لهذا السحر اليس علامة استفهام كبيرة انت الحمد لله تعالى نحمده وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادئ له واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له وأصلي وأصلي معلاخات من النبيين والمرسلين ومحمد بن عبد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايه الذين آمنوا اصلوا عليه وأسلموا تسليما صلى زهاني يعني مشكورا بزاق الله على هذه المقدمة ولكن حد بدأت في كلمة سحر المسلم الثاني تكلمنا عن السحر بأنواعه والحسد والعين وارتباطهم بالقرين ولكن كان لي مقولة مشهورة أوى في المسلم الأولين ومسلم الثاني من برضك في المسلم الثالث إن شاء الله مصامن برضك مصامن طبعا إن الحياة كلها من السحر ولا حياة كلها عمل ولا حياة كلها عين ولا حياة كلها حسد في فرق أوي لما كون أنا متوكل على الله عز وجل في كل أمور حياتي وبتليه بسحر أو بحسد أو عين لهذا ابتلاء والله عز وجل قال يعني والنبي صلى الله عليه وسلم أولا قال تداوي أعباد الله ما خلق الله لكم من داء إلا وله دواء تمام والله عز وجل قال فسلط الإسراء وننذل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤنين الشاهد من الآية والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلاق الله بأي نوع من أنواع المرض بأي ابتلاء من أنواع الاتلاءات ولكن ارجع للقرآن وارجع للسنة فليس له إلا الدواء في كتابه والسنة إذن دواء الأنسان في كتابه والسنة فأي نوع من أنواع الاتلاءاته وأنواع مرضه وكل ما يخص حياته ولكن فيه واحد مشكورا كما تفضلت يقول لك أنا كل موم من نوم عشان أروح شغلي أتعب فنام تاني بحد عملي حاجة أو حد ما ظلني بعين لا العلاج بالقرآن مش لهذا المنطق ولا هذا الفكر ولا هذا التعب وكل الأمور من نجدعه طبعا هنرجعنا بردو في المسلم التاني كلمنا من نجدعه بالمشايخ اللي بربطه كل شي على نمط السحر والحسد والعين كلام ده من الصح لازم أتحقق الأول هذا كلام كلام ده صح هذا الرجل ده بتولي فعلا بأي نوع من أنواع المرض هل عنده أعراض للمرض هل عنده علامات للمرض والله عز وجل قال في سورة قال وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ إذن كل شيء له علامات صح ألا وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ إذن السحر وَافْتَرَضْنَ حَكُمْ مشكوراً تفضلت في أول حق قلت فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَ مَا يُفَرِّكُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ إذن الله عز وجل قال بأن السحر سابت وموجود وذكر في سورة البقرة آية 101-120 بالله فكذا واتبع ما تتلو الشيطان على ملك السلامين إلى آخر الآية وفي النصر الآكرة فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَ مَا يُفَرِّكُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ إِبْ أَوْلِ شِيءٍ ذَكَرَهُ الْقُرْآن في السحر أن السحر به سحر تفريق فيتعلمون منهما ما يُفَرِّكُونَ بِهِ بين المرء وزوجه قال لك التفريق هنا ممكن له أسباب أخرى زي التفريق بين الزوج وزوجة الخطيب وخطبته الواحد وشغله الواحد وصديقه كل مجتمع عليه سنين يحدث بينه مسيحة التفريق يحدث ولكن ما تجيش في مشكلة أسرية بين الزوج وزوجة ولها أسباب دنيوية معروفة ولها أحلول في أمور الدنيا ويروح لشيخ يقول لك لا ده حد يعمل لكم سحر طيب أنت سمعت يقول لك لا بس أنا أدامها يتطلقوا يبقى فيه سحر طيب ممكن يكون فيه طلق للأسباب الثانية الزوجة عصبية الزوجة عصبية في مشاكل بينهم باستمرار في عدم توفق في الفكر يعني صاحب الفكر ده عايز يقول إن كمية هذه الطلاق أو كمية الطلاق اللي بهذا الكم اللي انتشرت في مجتمعنا بشكل كبير مش شفت لكل شكل يقول لها وراها الأسحر بعض المشايخ يخفى الله لي وليهم يقول لك يقول لك كل واحدة طلعت من الجزهة ده فيه سحر طيب حتى لو المشكلة مشكلة دنيوية يقول لك آه طيب ما تحل المشكلة يقول لك لأ خلاص السحر يتمكن منه فهتطلقوا خلاص طيب يعني أنا رميت الكلمة ومش عارف يحل لها أو مش عارف تعالج مش عارف أنا الكلام ده إزاي ولكن تعالي ناخد النمطة الثاني من الكرآن ربيني ألف سلطة الإسرائي وننزل من الكرآن من هنا التبعيد يعني هنا التبعيد يا رزيهاني التبعيد هنا إن الكرآن بأكمله شفاء وذكرنا قبل ذلك جزء من كل الله أعزك ذكرنا في الموسم الثاني قلنا ألف لا مي شفاء فاتحة الكتاب شفاء ولكن لما جاء عالج بقى هعملي هو الطبيب أو شفاء لإيه الطبيب ده اللي ما بيعالج هل بيكتب كل في صيدلية ولا بيخصص دواء معين بالصيدلية يخصص هذا المرض تعالي أن كل الأدواء اللي في الصيدلية هي علاجات شفاء وتعالج أمراض صح ولكن لا تستطيع أن تقول أن أي مريض يصد مرض مثلا في المعدة يدخل ياخد صيدلية كاملة أو ياخد أي حاجة لا الدكتور المختص هيدي هيدي دواء يخصص هذا المداء صح لا في وقت الدواء نفس الكصة في القرآن الناس فاكر أو الجمهور الطيب أصلا الله يشفيهم وعافيهم يا رب العالمين فاكرني علاج بالقرآن كلمة سهلة أوي أن الواحد يقرأ قرآن هاخد شمت العلاج ده مع السلام لا أنا برفض هذا الأمر تكرارا وتكرارا وقلت قبل ذلك كلمة مشهورة عندي يعني على علاج بالقرآن ليس قرآن يطلى في حسب ساعدتك عطيني مرة في المصر الثاني قطيني ده فيه بعض إنو عاجلين تصروا بساعدتك الشيخ إبراهيم الشهاب يطلع اللي هو يقول العلاج بالقرآن الكريم ليس قرآن يطلى في حسب هما ما خادوش في بالهم من كلمة في حسب دي كلمة في حسب دي لها ألف خط زي ربنا ما ذكر في الكرآن والبعض بياخد نص الكلام ويرتقرب الصلاة طب ما تكمل وإنتم سقارة طب إنتا يعني يعني ما صليش فإحنا مش عايزين لعب الألفاظ لا إحنا عايزين كرآن تمام الكرآن بيقول إيه وننزل من القرآن هو لو ربنا عز وجل قال وننزل القرآن بأكمله شفاء كلنا هنسكت طبعا ما فيش كرام تمام ولكن أنا باخد البعض من القرآن ولكن لو قلت لك رأي فاتيح بنيت شفاء هل مش هشفاء هشف أنا عندي اليقين الكامل إن ربنا هاشفيني بكباية مية مقروع عليها الفاتح فهشف ولكن إذا تحدد نوع المرض أنا بسمي السحر والحسد والعين مرض إذا تحدد نوع المرض هل أحدد الدواء من القرآن وكلمة الدواء هنا ليس المقصود إلا القرآن والسنة أنا بقول الدواء في القرآن الدواء في السنة فأنا هاخب من القرآن ومن السنة ما هو شفاء وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تداء يا عباد الله طب يا رسول الله ما خلق الله لكم من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجاهله من جاهله النبي صلى الله عليه وسلم عدسي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي نوحى عارف متأكد في هذه الأيام يظهرون أناس يعالجون بالقرآن فيتكلمون عن الإعلاج بالقرآن منهم من يمشي على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ينحني عن ضرب النبي محمد ويجيب كل حاجة يقول ده النبي اللي قال لا أنا ما عندش كلام ده تعال هنا تعال ولي أنت بتعمل إيه قال لك بالقرآن الكريم أنا أكرر بأنواع السحر أكرر بسحر التفريق وسحر التعطير وسحر المرض وسحر التخير وسحر المأكول والمشروب والمعلق والمدفون كل هذا أنواع من أنواع السحر أقول لك أكرر بها منها ما ذكره في كتاب الله ومنها ما ذكره في سنة النبي محمد تمام لا خلاف ولكن أنا عاوز أعالجك من سحر فأقول لي يا شيخ إبراهيم أتعالجي من سحر إيه أقول لك أنت بتشتكي من إيه لا هنا بقى أنا هجي لك بقى أنت ذكرت أنواع الأسحار أحيانا في معرض حديثة طبعا ولكن برضو وقلت في معرض حديثة ودرس وقالي القادم ولكن بعد الاتصال إن شاء الله هل السحر من علامات طبعا إذا أقررنا وإحنا طبعا لا نستطيع إلا أن نقر طبعا لأن هناك سحر هذا هو كلام الله نعم ولكن أي حد بقى ممكن يحصل له أي حاجة يبقى مصحور أم أن للسحر من علامات أخذ منك الإجابة ولكن بعد الفاصل عفوا بعد الاتصال معانا ماها ماها تفضلي ممكن أكلم شيخ شيخ مع حضراتك بأنني بتفضلي سلام عليك يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك إن إحنا كنا مفتقدينك الفترة اللي فاتت تحت أمرك الله يعزك يا رب يعني أنا من المتابعين لحضراتك دايما يعني بس حقيقة كنت إزعلانة جدا إن حضرتك مش يعني مش بتزهر في البرنامج لا لا حقولنا بقى أنت لقى جديدة في موسم ثالث فاكلنا نغيب شوية عشان نشوق الناس بس مش أكتر والله كنا منتظرينك يا خيب يا خيب بس أنا عندي بعد إذن حضرتك عندي مشكلة كبيرة أنا عندي أختي صغيرة كانت مخطوبة يعني مرات أخويا نعم فهي ثابته وبعد ما ثابته مرات أخويا يعني عملت لها سح إحنا عرفنا إن هي عملت لها سح تمام وعرفنا كمان السحر اللي هي راح تلو تمام فيعني أختي بقى بيحصلها حاجات غريبة جدا دلوقتي وياريت حضرتك في خدمة طيب هي بتحسي بإيه طيب أو تجعب بيه حاجات غريبة ويعني بنت يعني دخلت القصة الثانية صالت حتى كانت متفاوكة جدا في الجامعة بتاعتها ما بقتش لا عشتها تساكر لا عشتها تركز وضيما بتعايت وضيما أعدل وحدها حس إن هي في حاجات بتمشي في السماء كده من ناحية الشمال وبقت عزنة جدا وأنا خايفة عليها طب هي راحت لما شايخ قبل كده ولا ما راحت شيء جبنا لها سنين شيء في البيت ووديناها لشيخ تاني برضو في المكان لكن مفيش خايدة طالص يعني يستخي يوم أو اتنين وترجع تعبانة تاني أكتر وحالتها بات السوق أكتر طيب أولاد ربنا يا رب يرفع عنها البلاء يا رب ولكن أنا عندي مشكلة واحدة بس إن أنا بحب بسمع المريض نفسه هو اللي يوصف لي الحالة بذاته لإني مهما تكلم الأخرين عن هذا المرض لابد من الإنسان نفسه المريض هو اللي عنده الكدرة يوسف حالته بالتفصيل فلو جزاها الله خيرا يعني قريبا من ما كان عندي تشرفني أو كده ممكن تسيب التلفون وانا تحت عمرها إن شاء الله بشكرك يا أستاذة ماها شكر أنجزينا لاتصالك وكان سؤالي قبل الاتصال هل من سحر من علامات هل السحر من علامات أي سحر ما خلفينك أنا بس في عاوز أقولك حاجة وكرم ده للمشاهد الكريم أنواع الأسحار التي ذكرتها من قبل كل سحر له علامات تختلف عن العلامات الأخرى ما تقولي السحر التفريق زيه زي سحر التعطير وزيه زي سحر عدم إنجاب وزيه زي سحر المرض وزيه زي سحر التباول لإراضي وزيه زي سحر التباول لا ما تقوليش كلام ده أنا عندي كل شيء له شيء أنا عندي مشكلة في سحر التعطير هل علامات سحر التعطير تتشابه مع سحر التفريق أقولك مستحيل طب إيه المستحيل فيها إن سحر التفريق إما يجتمع بين زوج وزوجة أو خطيب وخطبته أو قارئ الفاتحة للعرس من فتاة وإما سحر التفريق يحصل بينه وبين عملي فله علامات في أحلام معينة في كوابيس معينة في أمور تحدث معينة مع الشخص بذاته طب لو تكلمنا عن سحر التفريق سحر التفريق يخرج من سحر التفريق عشرة أصحار يا خيل يعني لماذا سحر التفريق هو يعني الذي يخرج منه هذا الكم من الأسحار سحر التفريق هل فقط لأنه ذكر في القرآن لا 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 أبدا طب سحر المعيون حصل سلطه سحر أعيما الناس واسترهبوا وجاءوا بالسحر العظيم ولكن سحر التفريق يخرج منه أسحار عديدة ذكرناه قبل ذلك في المثم الثاني ولكن أذكره مرة أخرى أن سحر التفريق يخرج منه سحر التعطيس سحر التعطيس يخرج منه سحر المرض سحر التفريق يحدث ما بين زوج وزوجة فيحرم من الإنجاب سحر التفريق يخرج منه سحر المرض تخيل كل هذه الأسحار على حداها موجود يعني أنا ممكن يتعمل سحر مرض بعيدة عن سحر التفريق أقول لك آه بس ممكن يحصل لسحر التفريق بين زوج وزوجة من خلال سحر المرض شفت اللفة والشبكة دي سبحان الله يبثق منه أسحار طلع النبي محمد عليه السلام سحر المرض ده أنا مش ممكن أعمل واحد سحر بالمرض لا يشفى منه ويتشتط الطب فيه ولم يجد له دواء بحاله وارد طب هل سحر التفريق بين زوج وزوجة؟ ممكن أخلق منه سحر مرض حتى يموت الإنسان أو يمرى الإنسان أو يخرى من الإنجاب وسحر عدم الإنجاب من سحر المرض هل سحر عدم الإنجاب من سحر التفريق حتى تطلق المرأة؟ أقول لك أكيد 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 أنا هذكر كم موقف كده ولكن برضك يعني النهاردة هذه الحلقة عنوين لحلقات إن شاء الله رب العالمين بالضبط احنا هنحيل بقى للتخصيص من الحلقات اللي جاي ولكن النهاردة هننتكلم كتوطئة عامة ومقدمة عامة تذكرة للموسر الثاني لبدأت موسر الثالث إن شاء الله رب العالمين تمام أنا وانا كل حالة بالجيدي إما حالة مرضية وإما حالة عدم إنجاب أو بكورة لازم الطب أولا الطب يروح للطبيب تروح للطبيبة كلام جميل كده إذن العلاج بالقرآن الكريم في علمه وذاته وكيانه بيحل العلم ولا يحل الجهل فما هو العلم إذا جاءني مريض يا شيخ إبراهي قاله نعم يقول لي والله أنا بقى لي ست سنين ربنا ما أكرمي بالإنجاب وأنا لفت عند المشايخ طاله عندك سحر كلام طيب وعلى راسي طب قبل ما تجيلي وقبل ما تروح المشايخ إيه دور الطبيب في حياتك هل الطبيب أجدم أن أنت عندك شيء؟ قال لي قد التحليل ودي الأشعاع بتثبت صح كلامي أن أنا سليم 100% تمام طب الزوجة سليمة 100% ولكن الطبيب لما قام بالكشف علينا قال أنتو تحمله بسرعة بدون أي مناشطات كمان ولكن بيدينا المناشطات ويدينا الدواء ونعمل أعمليات حق المجهر أو خلافه ولم يتم الحمل بس هنا في حاجة شيخ برهيم غريبة أنا مستشعر ده في حياتي أقول له إيه هي؟ يقول لي لما الطبيب يحدد لنا أيام الجماع في أيام التبويض بعد العزر الشرعي بيحدث خلافات قد تؤدي إلى كل واحد يفقد عن الزوج أو الزوجة هي فقد وأنا فقد بالذات في الآية دي أنا رحستها شيخ برهيم بدل الشهر أربعة إما يحدث عندي خان أو دي أو زهق أو نفور من الزوجة من أقل كلمة وإما العكس عندي الزوجة أو يحدث للمرأة نذول الدم مفاجئ وهي ما عندهاش مشكلة خالص فتذهب إلى الطبيبة فقام الطبيب تقول لها أنا عندي دم يقول لها إيه تقول لها إيه لأ ما فيش مشكلة أنا مش شايف أن الدم ده لازم ليه في بعض من أطباء أسأل الله أني جاهديم خيرا لا أنا شايف أن الحالة دي روح لراقي أو روح لمعالج يتلو عليك القرآن طب خليني إذا وقف معاك وأخذ محمد أستاذ محمد تفضل السلام عليكم عليكم السلام إزايك شيخ إبراهيم الله يعزك لفع قدرك أنا بس حضرت كنت عايز أسأل حضرتك حاجة أنا متجوز بإلوي ثلاث سنين يعني ما حصلش خلفة تمام أنا بطرحة روحت لدكاته كثير قالولي لازم حقن مجهري وكده تمام أنا برضو ما كنتش أعرف إي حكم الحقن المجهري ده هل داعي دي في الشارع والدينة عندنا أولا إيه نعم أولا إي حقن مجهري طبعا شارع الحلال هو حلال نحتمى عليه الأذر على ذلك يا آه تمام طيب السؤال الثاني آه في حل غير دا ولا نعم هو دا الحل آه في حل تاني مش تهم يعنيه في حمد تاني ما رايش حل تاني حل ولا حمد حل تاني حل حل تاني الطب أثبت إن سعادتك سليم وزوجة سليمة آه وقال نعمل حقن مجهري عشان سرعة في الوقت وعشان كبر السن لا هو إحنا مش كبر في السن بصراحة طيب هو هيعمل حقن مجهري بناء أنا علمتوا سلام بس سنتم مستعيين على الحمل ثلاثين جوز طيب أدام التحليل سليم وليس كنت قلت معزها دلوقتي أدام التحليل الزوج سليمة نورمال طبيعية والزوجة سليمة مية في المية والطبيب قال إن يحصل حمل طبيعي بغض روزع عن الحقن المجهري آه أدام هقال كده توجه إلى معالج بالقرآن ولو في أعراض معاك أو مع الزوجة تخص الأمر سواء السحر أو العين خلاص يتعاد العلامات بقى لحنا منتكلم العلامات مشكورك سيد محمد شكرا جزيلا لاتصالك العلامات آه أنهي علامات تعالي بس أدخلك في حتة كده يعني شكلك هتتوهن آه عاوز أدخلك فيها ونخرجونا بفائدة للجمهور دا طيب فضل إيه رأيك في القرين يا صاحبك آه صديق عمرك ده بقى تخصصك طيب إحنا قبل كيه أنا رأيك كده عرفك بشيخ براهيم شهاي بقى المتخصص في القرين آه الله يعزك كتابه راح في انتقى عام الكتاب في القرين صحيح القرين أربع أنواع تخيل لي القرين أربع أنواع إيه رأيك تعرفهم أنت أول مرة تقولي الكلام دا معنا على الفكر موسم التالي أربع أنواع طوله عمنا بنقول إن القرين يخص في السحر والحسد والعين والمس وهنيجل علاقته دلوقتي كمان وهو ثابت وأكره بذلك بالدلائل الشرعية مش بالكلام بس بالدلائل الشرعية ولكن تعال عرف الناس يعني كلم القرين إحنا زمان في الموسم التاني كان بعض المشايخ اللي بيعالج بالقرآن أسأل الله ليخفر لي ولهم لا فيش حاجة اسمها قرين القرين دا بوسوس فقط القرين دا ذكر في سورة الناس من شاء الله وسواس الخناس ذكر في سورة قاف قال لقرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد طب ما ذكر في سورة الصفات في آية خمسية قال قائل منهم إني كان لي قري التسدي ليه أنا في سورة العراف إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترمى الناس يدل ليه ولا إحنا ناخد لخصينا ونسيب الباقي بس هم لما فهموا يعني إيه قريب من حلقات دا الزار وسمعولة بنكناقش فيها بالدلائل الشرعية بدأ يقولوا إحنا هنعالج القريب مع السحر عايز تقول إيه في القريب وعلقته بالسحر أربع أنواع أولا هشرة حمل فضل النوع الأول وهو قرين من الجن قبيله اللي يد قبيلة أنا منيش دعوه دا كلام ربنا صح ألا؟ قرين منين؟ من الجن إذن كل إنسان اتولد معه قرين من الجن طيب القرين دا بيعمل ايه؟ هو الموكل دا خامد دا مش كلام بقى دا كلام بنحبال هو الموكل بالإنسان ولا يأمره إلا بشر الاصل بالقريب أنا جيبت حاجة من عندي دا الاصل بالقريب أنا جيبت حاجة من عندي تمام متش حاجة وهرجع للقرآن في سورة الصفات آية خمسين يفتح مصعف الناس ويسمع الآية دي قال قائل منهم إني كان لي قريب يقولوا إن كلامنا المصدقين انت صادق فعلا خذوا النوع الثاني من القرين قرين من الملائكة لحفظه وحسه على فعل الخير وده قرين قرين وده قرين كلمة القرآن مش كلام وقرين من الإنس هو عرفت كلمة القرين ديها معنى ألف معنى قرين من الجن وهو الذي يخص في السحر والحسد والعين والمس تمام ولا يأمر إلا بشر قرين من الجن من الملائكة الذي يحصك على الخير جبت منين من الملائكة ديها كلمة من حبان مش كلامه والله ما هتعالى بقى هم التالت قالك إيه قرين من الإنس أنا وإنت كوراناء أصدقاء قرينك سحيات ديها قرين إبراهيم كل شخص بكلوم مع بعض بيخرجوا مع بعض بيروحوا مع بعض بيجوا مع بعض مكترنين ببعض مكترنين من الاقتران يعني ببعض صح لا هو ما يصاحبه ويصادقه ويطابحه في أمور الدنيا طبقرين الرابع رقيبه نوعتيت ده خلاف قرين برضو قرين أهو كتبت الحسنات والسيئات ابن حبان لما فصر كلمة قرين قالك أنا هشمل لك الأربع كوراناء دول عشان ما الجيش تقول لي قرين بيوسوس بس طبق قرين انت برضك تسفتها ليه طبق ما عندك قرين من الملائكة اللي هو بيحفظك ويحطك على القير وصداقاتك يوم الليل وصلاة الفجر صح لا بس خد قرين من الجين ده لو هتتكلم عليك بالقرآن حقولك ليه لا أنا لازم أتوقف حاضر والسؤال المباشر هل كل الناس معاها الأربع كوراناء هو بس أنا بس أعظم بحاجة هكامل السؤال حاضر ولا انت أحظك ممكن يجيلك قرين من الجن وامورك بسوق أو ممكن يعني ربنا ينعم عليك ويمين عليك بقرين من الملائكة لحفظك وأن يكون يعني سند ليك وحسن ليك تمام دول نوعين بالذات اللي ممكن نتكلم فيهم أما القرين من الإنس فده اختيارك أما رقيب وعتيب فليس لك فيهم اختيارك لا هو بس ابن حبان كان ليه معنى آخر جينا هذا المعنى ابن حبان لما فصل الكلام ده كان فيه حد بيعرضه على كلمة قرين كلمة المعارضة دي من زمان قوي تمام كلام جميلة فاللوم طماش انتو تقول ما فيش حاجة اسمها قرين أو قرين ليس له علاقتهم بسحر وحسد وعين طب تعالي طب أنا لما هفعل خيرات أنا قريني ما أمرليش بسوق كده أمرني بالحسنة لما قوم أصلي كامل ليل قريني برضو قلق أومني عشان أصلي كامل ليل فسموك قرين من الملكة عشان يحثه على الخير لا سؤال طب أنا ممكن يكون عندي قرين من الجن وبيأمرني دايما بسوق تمام وبيوسوس تمام ولكن في النهاية أنا رجل مقيم للصلاة بات له القرآن لا أأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن أو ما بطن في النهاية هذا القرين لا يستطيع التأثير علي طيب انت دخلت في سؤال وانت في المجرس دي قلت لي أنا محايت في هذه المجرسة تمام سحر النبي محمد ماله عاوز أقولي النبي محمد لما سحر ومكث في سحره شهور وشفيا بسحره حينما أتى من بئر ذروان العمل وكثهات بكرمة المكرمة النبي محمد والحدث طويل ويفهمه بعض الناس ولكن خذ الشقة من الحديث اللي هو إيه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل كان بداخله شيطان حشاه رسول الله صح الله ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يمشي حينما تعرض لإيزاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخيل نفسه يمشي بابه أمامه يعني أنا ماشي دي مراية حتى القصة المعروفة اللي احنا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خنق شيطانه في عمود المسجد هو النبي خنق شيطان مين شيطان هو قرينه ورجع في الأصل فيه في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أم المؤمنين رجل الله عنها وأرضاها أصابك شيطانك شيطانك أنت قلتها بوقع شيطانك وليس الشيطان فقالت يا رسول الله يعني أنا في مكانة مش عند حد من النساء بنت الصديق وذوقت الحبيب محمد وهم المؤمنين صح الله أنا ممكن شيطان يتعرض ليه بسوء قال والذي نفسي محمدا بيده ما تولد فيكم ابن آدم إلا وتولد له قرين من الجن حتى ذكر في بعض الأحاديث والحاديث ده عن صفية حتى أنت أهو الحديث هنا وعن صفية رجل الله عنها وأرضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شيطان أحدكم يجري لابن آدم كمجرى الدم في العروق شيطان مين أحدكم إذن رب هنا وصف لمين لي أنا يعني لما أو عائد على على يمن مش على العام صح الله الشيطان لعام ذكر في سنة إبراهيم وقال للشيطان لما كدي الأمر إن الله وعد لكم وعد الحق ووعدتكم في أخلقتكم صح الله ده مين ده ده الشيطان ولكن أنا بكلم عن قرين فئة من فئة الجن والجن فئة من فئة الشياطين ولكن ده قرينك أنت مولود بيك مخصص لك شؤال فضل ما علاقة هذا القرين الذي تهتم أنت به يعني بالغ الاهتمام بيه ما تهتم بالسحر هو العلاقة السحر بالقرين هي علاقة الساحر بما صنع السحر لإزاء الإنسان لو وضحنا بقى تاني عايزو أنه هو أداة لتنفيذ الساحر لا 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 ده لها بسطاك أكتر من كده كمان فضل ساعتك معاك ألف جنيه في جيبك والألف جنيه دوك أنت كازبان النهاردة الصبح دي تعرفت إزايش خبرهي والألف ده كله متنات تعرفت إزايش خبرهي هقولك الساحر لما بيعد قدامه حد أو بياخد الأدوات اللي بيشتغل عليها بيعر الإنسان بمعنى قال المعصوم صلى الله عليه وسلم من ذهب منكم إلى عراف أقف كلا شوية يعني عراف قال الذي يعلم كل شيء مضى في حياتك إحنا قلنا في المسلم الثاني إن في الجنينة ممكن تلاقي واحدة عرافة اللي هي بتولي من قلم الودع ولا شاب بقولوها إزاي برضرب الودع برضرب الودع خد واش واش فيها وبعاكية تخد آه أنت كنت مشكلا بارح وكدت 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 بتجيب لك القديم طب ممكن بس أعرف بكرا يحصل إيه لا لا ده علم غيب هي مؤمنة بعلم الغيب إن هو لا يعلم الغيب إلا الذي يرفع السماء بلا عمد صحة ولا أف ولكن هي عرفت إزاي يا زهاني عملت إيه عشان تعرف هي معها جن الساحر معها جن لابد أن يكون مع الساحر جن الجن ده بيعمل إيه بيدخل على قرين ساعتك فبيعريك يخف الله لي وقع هذه الكلمة يعني بيعريني يعني بيفضحني بيعرف معلومات تعني جن كل ما هو مضى من حياتي انت رجل مصلي تخاف ربنا عز وجل لا تقبئ إلا حلال ولا تطعب إلا حلالا لا مش ينفع معاك سحر عادر ده نعاوز سحر لابد أن يأتي بوسواس حتى تفقد العبادة وتبعد عن القرآن عشان أعرف أتماكن منك أعرف أتطولك أتماكن منك الله يسلام ممكن أكلم الشيخ لسماعك الشيخ مع حضرتك أعلم حتى عمرك تفضلي إزاي؟ إزايك يا شيخ شهاب الله يعز وجلت عقدرك إحنا والله إحنا كنا مفتقدين في الفترة اللي فاتت جدا وكنت بداية قوي لما بفتح القناة في المعاد وملأش حضرتك حضرتك نورتنا عشان كنا محتاجينك فعلا بالمعلومات السريعة اللي حضرتك بتدهلنا ربنا يحفظك يا ربنا تبطف مني والله تبطل يبس دهالة تحت عمرك سؤالك عايز أسأل حضرتك سؤال إن ممكن ممكن المسحور بيتم شفاءه دون العثور على السحر أو الاستدلال على مكانه رغم إن ببقوا الخدام موودين في السحر زي ما بيقولوا تمام سؤال مهم هو يمكن أنا قلتها بكية مرة في حاجة تانية سهلات حابت تستفصلي عنه آآ 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 في سؤال تاني آآ طيب الفضل إن السحر ده بيوصيب بالناس إن ما ببقى أما ببقى واحد مثلا بيصلي ودايما ببقى في حالات روحانية كده وببقى إنسان ملتزم وكده ممكن إن السحر ده بيوصيب وقتل الناس دايما بتصف إن الشخص ده في المجتمع بيقولك إن اللي بيجتلى ده بالسحر ببقى ناس من أشرار الناس أو ببقى عامل حاجة مش كويسة أو ببقى إنسان مش صالح رغم إن فيه ناس بيجي لهم أسحار والناس دولي ببقوا بيصلي وبيصوموا وببقى علاقتهم بربنا كويسة وإن الدليل على كده مثلا إن السحر ده ابتلي بيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحب الخلق إلا الله وإن ربنا سبحانه وتعالى داله على موطن السحر وإن وإن ده حقيقة وكله تأثير إنه رغم إنه أحب أحب أنا فهمت سؤالك أنا فهمت سؤالك أيوة في الناس دايماً بتصف إن اللي بيصب السحر ده بيقولك ده ده من أشرار الناس وده عمله مش كويس وده إنسان مش عارف إيه وإيه وإيه وكده يعني دايماً المجتمع بييجي عليه يعني مش بيكتف بس أنا عايز أقولك الحاجة سؤالة طبعاً وبعد إذن فضلت الشيخ إبراهيم وهناك فرق بين السحر والمس أيوة أنا عارفة بس أنا بتكلم على السحر بواجه عين تمام وصل رسالتك وبشكرك سؤالة شكراً جزيلاً لتصالك أرجع تاني لشيخ إبراهيم أسوأ الأول أسوأ الأولاني أسوأ الأولاني بقى ده أنا هضيف لك حاجة حاضر بمناسبة حملات طمبيت المقابر وظهور بعض الأسحار والأعمال والكلام ده هل بمجرد ظهور هذه الأسحار يعالج أصحافها؟ لا لا طبعاً وهل الأسوأ 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 هل بتقولك عشان تعالج حد من السحر لابد من الإتيان بالعمل؟ لا طبعاً أولاً أرجع لهذا السؤال مش شرط نجاح خلاج السحر بأي نوع من أنواعه ولو كان ترابي أو مطفول أو معلق أو مأكول أو مشروب لابد أن يشر المريض حتى يأتي السحر أقول لك مستحيل أقول لك دي لع الكلام ده لو السحر ده سحر يترمى في المير في البحر ومية جارية هل إذن الإنسان ده ليوشفى؟ ما ده إحنا بنتكلم فيه؟ إن إحنا نفرق ما بين علامات السحر وعلى قفة بالإنسان عن طريق خادم السحر وبين علاقة السحر بالقريم أنا أعزو له سعادتك حاجة أنا أحكي سعادتك قصة كده بيئتين بالزبط زمان كان فيه سحر اسمه محمد الخواجة ده يعني سحر معروف في منطقة ما السحر ده كان معاه من الجن لإذاء الناس وليس لعلاج الناس جات لحالة وكانت متضمرة نفسيا وجسمانيا مما صنع فيها هذا السحر على أنه معالج هي راحت على أنه يعالجها ولكن هو أذاها لما أنا رحت معاها إيه اللي حصل؟ تخيل لفظ ده تحديدا هو عنده كلب أسود عزك الله من هذه الكلمة الكلب ده بدون ديل وكلب سواده لامع أوي يعني ما تقولش ده كلب أسود لأ حاجة غريبة على مقدار بيني وبين البيت خمس دقايق مثلا ماشي الكلب بص الاتجاه دخل وخرج وخرج وراء السحر ده راح يندهله راح يعرفه الكلب ده عزك الله من هذه الكلمة الكلب ده جن هو مسخره لأن التسخيل الجن في الكلاب ما في القطة والتعبين والحيات جالي أسمحتها شيخ إبراهيم روح وأنا هاتصل بيك بالتلفون قولك اللي حالة كانت فيها إيه وإنا عملت إيه طب إنت مين؟ أنا اللي إنت جايده أنا معرفوش شكلية طب معاك رقبي؟ قال لي رقمك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة قال لك على الرقم فعلا بتحديد آه ما فيس سبع معرفة ولا عرفه أصلا شكلية كمان أم قوله طب إنت عرفت إزاي؟ قال لي عادي تكون معالك كبير أو متعرفش عن عرفت إزاي؟ روحنا التصديق وبالفعل تصل بيه بالليه؟ قال لي اللي إنت شفته قدامك ده عزك الله دخل وخرج ده ده جن عارف مين جايلي ومين رايح ومين بيعمل وبيسوي الشاه من كلامي إن القرين إنسان يكشف ويعرّى أمام الساحر حتى يتمكن من إذاء سحر الإنسان ولكن لو إتيان السحر هو علاج الإنسان عاوز أقولك بالناس المساكل لها ما خفتش ولكن خد من السحر ما يخص العلاج مش عاوزيني شاتت الناس الناس تعبت أنا أكرر بذلك الناس تعبت تعبت جدا من مجال العلاج بالقرآن الكريم لإنها تخبطت في أموك كثيرة قوي منهم من ضحك عليها بالكلام ومنهم من قال كلامه لخير حقوقي ومنهم قتلى قرآن ولم يعرفه ده دواء الناس تشتتت تعبت وبينهم من الناس قال والله ما إحنا متعالجين هنروح للمين البشاك كلهم زي بعض لإنه سبعوا كلام واحد ده سحر وجن جواكي سحر وجن جواكي سحر وجن جواكي طب طلع الجن إحنا ذكرنا مخالفات وهنذكرها في المسلم التالي لا كاني في حلقات قادمة وبيبقى يعني في حوار متخفض شوية ولكن خد من الحلقة دي أربع عبارات العبارة الأولى أن السحر والحسد والعين لابد من علاجهم لمريد به علامات لهذه الأمراض تمام ده إحنا كده موضوع العلامات ده ممكن نفتح فيه الحلقة الجاية ده المنشدت أهو ده واحد اتنين فكرة القرين وعلاقته ده برضو هنحللوا للحلقة اللي جاية تمام فكرة تانية أنواع السحر مش أنواع السحر كيعني تفريق أو عدم تفريق أو مرض أو 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 ده إحنا ممكن ندخنا السحر تفريق وتعطيل ومرض وإنجاب وعقدهم بالإنسان وعقدهم بالجسد وعقدهم بالأمراض وعدم الإنجاب هنخش بعلامات وأمور معينة ونفتحها للمشاهد الكريم ولكن قدوا العبارة الثانية من هذه الحلقة القرين له دور أساسي ومفيد ومدر مفيد ومدر في علاج الإنسان مفيد ومدر مفيد ومدر لا دي لازم بقى ما ينفعش نقف الحلقة إلا لما نعرف حاضر العبارة الثانية دي بتقول أن القرين له علاقة قوية بجسد الإنسان ومفيد طيب مفيد في إيه مفيد في إيه إن هو قريني بإنسان موجود معاه ده لا يأمر إلا بسوء إيه الإفادة فيه بقى يا شيخ إبراهيم هو للمعالج آه ليه للمعالج أسنا ما هجي لمريد ويعد قدامي أو هو داخل عليك ويصوت ويترمي على الأرض وأنا ما عنديش العلم الكافي وعارف إنه جن وقرأت على القرآن وصرخ أكتر مفيد لللي عنده علم يقولك لا قول كده على حلق لو ما عدت الساكت أقولك روح تبتعمل إيه أنت ويعه شيء في مدركة تعملية هنا الإفادة هنا عند المعالج أنه بيّن للمريد اللي فيك ده مش جن يبقى أول حاجة استفاد بها المريد عرف وتأكد بأن الجن ليس له علاقة بالجسد إلا من الخارج آه علاقة الجن بالجسد من الخارج علاقة القرين بالجسد من الداخل ومن الخارج من الداخل ومن الخارج من القرين من القرين وإيه مدر؟ مدر بقى له عدة علامات آه يمنع إنجاب يعطل تعطيل لفتاة يعطل تعطيل لشاب وأنواع أخرى هنذكرها تحليلا إن شاء الله معمين العبارة الثالثة من هذه الحلقة ليس كل إنسان متوكل لا متواكل متواكل على الحياة هو مصحور أنا هتوكل على الله بس متواكل على الله آه فكرة الارتكان الأمر سحر الله يعزك مش آي حد يصال له حاجة لقد أنا مصحور ده العبارة الثالثة من نازل الحلقة ده معموله عمل ده كذا آه مهم جيدا ده العبارة الثالثة من نازل حلقة ليس كل إنسان متواكل إن هو نايم إن هو مش قادر يقوم يبقى مصحور إذن هو مختم في حق نفسه الارتكان للسحر خطأ مصيبة وربنا قال في حديث الكرسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فما هو الظلم هنا أن أتوكل على الله لا أنا متواكل على الله أنا عاوز أن أمو ربنا لا لا فارق قتير كبير بين التوكل والتواكل طبعا ولها خلقة خاصة تأكيدا العبارة الرابعة وهي أهم عبارة العلاق بالقرآن الكريم علم ومنهج ودستور وفهم علم مش قرآني يطلع على مريض يا فرحتي أنا مش أجل المريض هقرأ عليه أيتان أيتم من القرآن ومع السلام أنت مشهور مع السلام إيه ماذا استفادت أنا هدي دواق آه ممكن هدي علاق أدي سواء مكانة الكرأة أه أدي طب فهم فهم الإنسان اللي قدامي هل هو فعلا مريض طبي وعنده وسواس واكتئاب وعنده مرض طبي يحتاج إلى طبيب ولا هو فعلا عنده علامات أدت لوسواس أدي الأمر الفهم طب الأمر الثالث دراسة العجب بالقرآن الكريم مش أيتين هنسمحه فسماعك وهنمش ولهو بأسرع ما يدعب بيكرياس واخده مع السلام لا إذن الخروج من هذه الحلقة لكل مشاهد يرى ويسمع وكل معالج يرى ويسمع هذه الحلقة أقولها لهم العلاج بالقرآن الكريم ليس قرآن يتلى فحسب بل هو علم ودراسة وفهم افهم المريض واسمع المريض وشخص صح ونعطي الدواء توكل على الله فيه بالأخذ بالأسباب حتى يتم الشفاء أهل العلم قالوا إيه تعالوا بنا نصطلح فباب الرضا قد فتح باب الرضا اللي هو باب العلم شوف أهل العلم قديمة كم يقول إيه تعالوا بنا نصطلح نصطلح مع القرآن نصطلح مع السنة نصطلح مع أنفسنا لا مش عندنا ضغناء لحد شحناء لحد كل واحد عاوز تلبس واحد مصيبة يوضبس هاله لا نعلم جيدا أن الله عز وجل ليس بغافر لا تأخذه سنة ولا نوم هو العلم قرآن كده الصلاة على النبي محمد تفتح وعلاجات ما ليس بها أمور صلى الله عليه وسلم ولكن ختاما أنا أعرف أننا لا 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 قبل الختام ده أنا معي يعني آخر متصرين برضو مش هينفع آخر الحلقة فقط وبعتذر لكل المتصرين اللي احنا مش قادرين إن احنا يعني نخطه في الحلقة دي على وعد في الحلقة القادمة هنالك تحلي الصلاة معايا محمود آخر اتصال محمود اتفضل السلام عليكم يا فهدنا عليكم السلام السلام الله بكرة الله يعزك اعلم بيك والله انت وحسينا من زماية مش يعني بيجعلنا كده ليه الله يعزك لأ أبو جلين ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله يا رب دايما ما تحرمناش من طلعاتك البهية علينا كده وكل مشاهديك الكرام يعني يخفر الله لي ولك الله يكرمك انا عايز بس اعرف انواع القرين يعني هنفيه فعلا قرين مسلم وقرين غير مسلم والقرين ده هو بيأزي البنا آدم ولا بيكون لصالح لان احنا دايما بنسمع ان القرين هو بيبقى متعلق بالشخص ذاته يعني عمره ما يضره مثلا فهل لو حد قدامي مثلا بيعمل أعمال او حد ده كان يعني او كده انا عندي مشكلة ما مثلا وتعرضت له او وقفت قدام وهل هيقدر من خلال القرين بتاعي ده يضرني ولا ما يضرنيش دي نمره واحد نمره اثنين يا فندم هل فعلا يعني انا مثلا في كحة معينة عندي كده بقالها فترة لزقفية يعني كحة دايما بكحها في حين ان انا عملت يعني كشفت كتير والدكتور قال لي انه ما فيش اي حاجة عندك خالص في ناس كتير قالوا لي ان ممكن يكون حاجة دي لها علاقة ان حد عمل لك حاجة او كده فهل فعلا الحاجة دي ممكن يكون حد عمل هالي او كده ولا لا طيب انا بشكرك سيد محمود وده كان اخر اتصال معانا واترك لك المجال للاجابة اشترك عليك ثواني فضل السؤال الاولاني هو محور هذه الحلقة هل القرين مسلم ولا كافر لا القرين كافر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله اعانني عليه فاسلم فاسلم فلا يأمرني الا بخيط ذا قريني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا له مرجع اخر في تفسير الكرطبي قال فاستسلم النبي من شره يعني مرضوك ما اتفكوش هل هو اسلم ام لم يستم يعني في حديث قال اسلم على ندي النبي محمد وفي حديث فاستسلم النبي من شره الشكل التاني من حديث فاستسلم النبي من شره اذا القرين لا يأمر الا بشر والقرين له علاقة قوية كما ذكرنا قبل ذلك بانه يخص انواع وامراض وامور تخصه اما في امور الدنيا واما في امور الابتلاء الشكل التاني من السؤال هل هو عنده مرض كوحة مزمنة فالطبيب اعطى الدواء الملازم له فلما تم الشفاء ذهب الطبيب تاني برضو فلما تم الشفاء وارد ان يكون الكوحة دي سحر اقول لك وارد هل هي مرتبطة بعين اقول لك وارد هل هي مرتبطة بقارين اقول لك وارد طب ما تقول لك شيخ إبراهيم هي مرتبطة بقارين اقول لك ما ينفعش اقول طب ليه ما ينفعش اقول لان انا ما عرفش الكوحة دي الكوحة دي جاية نتيجة سحر ولا حزن عين الا ان يتواجد المريض او يتواجد الحالة امام المعالج بالقرآن انت ليه بتسميه مريض وليه بتسميه حالة لان هي فعلا حالة اما حالة مرضية فتلتزب الى الطبيب واما هي حالة قرآنية فمحتاجها راكي او معالج طب ليه تسميه مريض لان المرض ليس مرض طبي ولكن هو مرض من السحر والحسن العين فهي امراضنا عديدة في الحقوقات القادمة ان شاء الله رب العالمين سنخصص ونحدد بكل المشاهد ويجيب وراء وقلم ويكتب وراءنا كل سحر علامته ايه واعلاجه ايه ويتم علاجه ازاي اما يتم علاجه بينه وبين نفسه واما يذهب الى معالج ولكن لا يذهب الى راكي خلافي معك دائما ان يوجد فرق بين المعالج والراكي انا مش عاوز اركي انا عاوز اعالك انا زعلت وتخصصت في هذا الامر ان اكون معالجا بالقرآن وليس راكي هتقول لك شيخ ابراهيم طب ايه الفلق بين المعالج والراكي هقول لك المعالج يركي ولكن الراكي لا يعرف ان يعالك وفي الختام لابد أن نختم بهذه الآية حتى لا يركن البعض إلى القرين ويترك حياته فريسة للقرين يدعوه دائما ويأمره بسوء حيث أن الشيطان نفسه قال في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وما أنتم بمصرخي صدق الله العظيم في النهاية أن الشيطان ليس له عليك من سلطان كما قالت الآية الكريمة لذلك لا تركن إلى أن القرين يمكن أن يكون هو من يقود حياتك بل أنت من يقود حياته وأنت صاحب الإرادة وأنت يمكن أن تكون من يختار طريق الضلال وطريق الهداية وفي النهاية أترك حضراتكم للحلقة القادمة وأدعوكم لمشاهدة الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمزيد من المفاجآت في هذا الملف وفي هذا الأمر وقبل أن أترككم لابد أن أتوجه بالشكر لصاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم شهاب المعارك بالقرآن والخبير في القرين خلينا أقول يعني إنجزلنا التعبير في القرين ما أشكر حالك لا أملك معي نفعل الله بي وابدك أسلام وابداية جديدة بإذن الله الموسم جديد إن شاء الله والشكر موصول أيضا لمشاهدين الكرام على حسن المتابعة في مثل هذا الموعد من الأحد القادم يتجدد لكم اللقاء ودائد زار إلا مثل هذا الموعد تقابلوا تحياتي وتحيات فريق العمل هذا هندباني وحييكم إلى اللقاء شكرا